السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في فيديو جديد في قناة راشر شانل اليوم ان شاء الله سوف نقول لكم الطريقة كيفاش تصيبو خل تفعح وكيفما كتعرفو الفوائد يالو كثيرة بزاف وصراحة خصو يكون في جميع البيوت لانك ضروري ضروري غادي تحتاجيه طريقة بسيطة وسهلة اخو معايا بشتوفو طريقة تحتاجها لدي هنا كمية من تفعح لانتو ما يمكن لكم تديروا الكمية اللي بغيتو قد ما بغيتو ومن احسن تكتروا شوية باش يخرج لكم واحد الكمية شوية كبيرة انا هنا غسلتو مزيان وصفيتو مسحتو مزيان كيفما كتشوفو معايا تحتاجوا تفعح وكتحتاج واحد القريعة تكون ديالزاج ضروري كونزاج وعندي هنا لاسيك وعندي مينديل اي مينديل اللي ممكن يكون تستعملوا يكون نقي اه ولا ما احسن يكون زيف حياتي اذا بغيتو انا عندي هاد وستعملتو انا هيا من بعد مقطع التفاح اللي عندنا خليتو بكل شي بالقشور ديالو بالعدومة باي حاجة وما تحيدو منو تحاجة بالمرة وكتقسمو كيفما بغيتو طريفات صغار كبار مهم دروري تقسمو انا بغيت نطول عليكم الفيديو قسمتو وكنوريه لكم دابا الان غنحتاج هاد المينديل انا استعملت هادا شما يمكن لكم تستعملوا اي حاجة عندكم فطر فقط انها تكون نقية وغادي نستعمل هاد الاسيك باش نكرز عليهم باش ما تدخل لهم تا شي حاجة بهالطريقة كنستدو عليهم نتمنى بالساف ان الفيديو اليوم يجبكم وتشاركو في القناة وكيحتوي هاد خلطفح على كثير كثير من الفوائد كيحتوي على ميو قارب 3 سعرات الحرارية في كل مالقة صغيرة وكيحتوي كذلك على البوتاسيوم كذلك كيخفف من الالم دي المعدة ومشاكل بزاف دي المشاكل الصحية الام الحلق فقط نصيحة بنسبة الناس اللي عندهم المعدة انه الناس اللي عندهم القرحة دي المعدة ما يستعملوش خلطفها الناس اللي عندهم فقط اضطرابات شي حاجة خفيفة الناس اللي متأكدين من انه عندهم قرحة المعدة ممكن تستعملوش خلطفاح كيف ما كنتشوفوا معايا هنا يا انا يا ستيت عليهم زيان قاديتهم كيف ما تشكلت وما يمكن لكم تديرو كيبقيت لكم اي زيف عندكم وهنايا من بعد ما مرات ربعين يوم وانا حاطاها مخبية كيولي عليها تشكل ومن الاحسن من الاحسن انكم مرة مرة تبقى وتجبدوه تحركوه وترجعوه تجبدوه وتحركوه وترجعوه في الباصة ما يكونش فيها الضو كيولي عليها هاتشكل كيهباط هادا كتفاح بزاف وكيتلق هادا كلمة ديالو كيف ما كتشوف معايا هادا كلمة هو خلطفاح كيف قلت لكم بعد ما مرات ربعين يوم عليه سيكون هذا هو الشكل اللي يعلو كتخويه وإلا كان عندكم زيف حياتي يكون أحسن تخويه كامل على هاتشكل متخفوش بلال يكون واحد القشيرة من فوق تكون كحلا هادا كشي متخفوش منه بالمرة فقط فقط باش ميداش لكم هادا كشي بزاف بخص دروري انه يبقى يتحرك مره مره فهديك 40 يوم من بعد 40 يوم فقط ما تزيدو تشي نهار تحلو عليه وتديرو بحال هاد طريقة اللي كان دير انا من بعد ما ادرتو في هالليندي اللي عندي وتعصروه مزيان حاول انكم تكونوا غسلين يديكم مزيان تعصروه باش تستفدو اكتر من الكيميه لانه لما بركتوش عليه بحالة كده وستعملتو هالطريقة غادي غادي تضيع بزاف غادي تضيع عليكم انه بزاف كنتمنى كنتمنى وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم وهذا هو شكل نهائي دي الخل ديانه كنتمنى انكم تزربوه انا اكيدا وعندو بزاف دي للفوائد ان شاء الله نشرح لكم فيديو قادم ان شاء الله كنت هدي هي الوصفة دي اليوم لا تنسوش تشاركو في القناة وتضغطو على زر الاعجاب وتبرتجيو الفيديو قد ما امكن معا للأحباب والاصحاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته